ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وكل السنة وانتو طيبين جايباركم النهاردة ريفيو حلو جدا جدا عن كريم بنسينول الكريم دوت ناس بتستخدمه كتير جدا تعالوا نهاردة اقول لكم نستخدمه ازاي وفي ايه بالزبط الكريم ده توحفها جماعة بكل المقاييس سعر وحجم ومقارنة طبعا بالحاجات الغالية جدا منحاول هنا او معايا في القناة ان انا اجيب لكم الحاجات اللي ممكن تكون بدائل للحاجات الغالية في نفس الوقت بفاعلية زيها بالزبط والسعر بيكون مناسب لكل ست بيت يعني ما يكونش غالي عليكم تعالوا نهاردة نتكلم عن كريم بنسينول وهقول لكم على حاجات بعملها تحفة تحفة هتساعدكم جدا في عمليات ترتيب البشرة والشعر واستخدامات كتيرة جدا 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 اقول لكم عليها في الفيديو تابعوني يلا مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ويلا بينا نبدأ الفيديو الصباح ازا اقول لكم كريم بنسينول الفوائدو لا تعد ولا تحصى كتير جدا 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 بمحتاجة كذا حلقة واقول لكم كمان علي استخداماته في حلقات تانية مش هينفع في حلقة واحد لانا باستخدمه في حاجات كتير وبطرق مختلفة كتيرة فالنهاردة هقول لكم عن استخدامات كده بسيطة واستعمالات باستعملها انا شخصيا اول حاجة عايزين اتفق عليها ان هو في حجمين منه حجمه ب 22 جنيه وحجمه ب 16 جنيه الحجمين كويسين جدا ومناسبين جدا بس ال 22 بتعود معاك وبتحس ان هي فيها باركة شوية وبتعود كتير معاك اا لو طبعا انت مش تسخدميها لوحدك اكيد هتستعملها انت والبنات او اي حد موجود في البيت تمام اا بعد كده عايز اقول لكم ان فيه تركزين تركيز اتنين في المية وتركيز خمسة في المية ااا التركيز اتنين في المية انا بفضل لانه خفيف وخفيف على البشرة وليه استعمالات كتيرة ببقاش قلعنا منه خالص يعني ممكن استخدامه للاطفال مش هخاف منه ولا هخاف من من استخدامه مثلا اا لأي سبب يعني مثلا حامل او حد بيردع مفيش منه مشكلة خالص اا طيب استخدامات ممكن تكون ازاي بالنسبة الاستخدامنا العائلي ويكون بديل ايه اول حاجة ممكن يكون بديل للكريمات المرتبة اللي ممكن نشتريها غالية جدا البنسينوغل بيعمل نفس النتيجة عايز اقول لكم لو وظبتي عليه بشكل اا طبعا منحطش كمية كبيرة بنحط كمية صغيرة جدا بنبتدي نطبطب على الوش مش بندهن الوش بنطبطب على الوش بس ونسيبه كمية بسيطة على الوش بيوحد لون الجلد جلد الوش او البشرة كمان لو في اي اثار للحروق بالوقت بيشيلها بنسينول ودي حقيقة لو في اثار تمدد للجلد طبعا مكان الحامل او كده البنسينول مع الاستعمال بيشيلها ده بالنسبة للبشرة عايز اقول لكم انه مناسب كمان للبشرة الدهنية ودي حاجة يعني ناس كتير ما تعرفهاش ويقولك ان البشرة الدهنية مش محتاجة كريمات لا بالعكس البشرة الدهنية بتكون محتاجة كريم عشان يزبط افراز الدهون والهرمونات الدهنية الموجودة في البشرة فبنسينول بيعمل كده بيقدر انه هو ينظم عملية الافراز بشكل كويس فبتبتج انه هي تنتظم ما بيطلعش حبوب ما بيطلعش اي بكتيريا نتيجة الحبوب وبتوحد لون البشرة سواء كانت دهنية او جفة او عادية يعني من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنحاول لان توحيد لون البشرة من الحاجات المهمة جدا دايما بنلاقي حوالين الفم في اسمرار احيانا بيبقى فيه مطرح اثار النمش مطرح اثار الحبوب فبنسينول لو استخدمناه زي ما قدتلكم بالطريقة اللي بيقول لكم عليها يوميا قبل النوم طبعا مش من المركح لأي كريم من الكريمات ان احنا نستخدمه ونخرج في الشمس حتى لو كان من الكريمات الخفيفة زي بنسينول من الافضل ان انا استخدمه وان اكون في البيت خلاص هبتدي دخلة انام قبلها بساعة اروح عاملة العملية دي دايما قلتلكم بحط كمية بسيطة لوع للبشرة بشرة الوجه بحط كمية بسيطة بطبطب عليها بصوابعي وابتدي كاني مع المساش كده مش بدهنها واسيبها على البشرة هتلاحظوا توحيد للون البشرة بعد فترة بسيطة جدا من الوقت لو في حروق بسيطة فبنسينول بسيطة طبعا انا بقول بسيطة يعني حاجة كده بسيطة حاجة لساعتك او كده بانسينول بيعمل على ازالة اصارها بشكل كامل مع الاستعمال طبعا لو بسيطة لو اي حاجة اعلى من كده فانا طبعا في فيديو عندي في القناة اللي للكو فيه هسيب لكم الرابط في الوصف في فيديو عندي في القناة كريم لكل انواع الحروق اقدر الله لكن بانسينول للحاجات البسيطة بالنسبة لموضوع الحروق طيب حروق الشمس طبعا حروق الشمس من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة معاك وفي شمطتك هو الكريم بانسينول اول ما تروحي وغسلت وشك بماء فاتر وطبطبتي عليه كده بمنديل مش بفوطة بعدها حطي البانسينول هتحسي ان اصار الشمس ابتدت تهدى جدا ووصبي عليه كمان هيساعد ان البشرة ما تتعرضش للحروق بتاعت الشمس بسرعة يعني يعمل لها طبقة حماية هيحافظ على الماء اللي جوه البشرة فهيديكي نظارة وهيديكي ترتيب حلو جدا وخاصة لو عملتيه بالليل وصحيتي الصبح عملتي ميكب خفيف هتحسي فرق جميل جدا في بشرتك مش هتحسي اسفة بالاشور اللي ممكن تكون موجودة تحت الفاونديشن اللي بتبين ان الوش بيكون يعني معجز او مرهق او بحتان اما بالنسبة للشعر بقى فانا عايز اقول لكم يعني بانسينول بيعمل معانا في موضوع الشعر عظم يا جماعة بجد يعني لو الشعر هيش استعملي بانسينول لو الشعر حس ان هو بهتان استعملي بانسينول بيدي لمعان وبيدي تراوى للشعر وبتحسي ان الهاشان والتأصيف بتده يروح واحدة بواحدة عايز اقول لكم ان هو مش تجميلي اكتر ما هو علاجي يعني الحاجات التجميلية دايما بيكون يعني بتستعمليها يعني لكن كريم بانسينول على المدى الطويل هو كريم علاجي بيساعد على ترتيب الشعر وخاصة الشعر الجاف بيساعد على منع الهاشان وكمان بيدي للشعر بريق كده وتحسي ان الشعر جذاب وشكله حلو وفيه لمع حلوة مش بهتان عايز اقول لكم ممكن تستخدموه بعد الشعر بعد ما خلاص الشعر يبتدي بقى تنشف فيه بطريقتك المعتادة وتحط عليه البانسينول ما يكونش مبلول يستحبه ما يكونش مبلول وبعد كده تروحي دهنى الشعر واطراف الشعر بطبقة من البانسينول ممكن تستعمليه كحمام كريم قبل الشعر انك بتروحي دهنى على الشعر عادي جدا لو عايزة تضفيه على اي زيت منه زيوت بتاعتك بيكون افضل طبعا وتبتدي تروحي حتى الكوفر هيد بتاعك وتسبيه مدة ما تقلش عن ساعة وبعد كده تبتدي تغسل شعرك عادي جدا وهتحسي بفرق رهيب وهتدعولي بجد يا جماعة انا ليه طريقة بعملها في البانسينول وفي الكريم ده على الشامبو بحط بجيب يعني لو الشامبو ده مثلا اربل لتر كده ببتدي اجيب اللي هي العلبة اللي 22 جنيه تركيز 2% وببتدي احطها على الشامبو وارجه كويس جدا 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 وهوعمل لكم فيديو عن الموضوع ده بالزبط وبخلاص بخلي الشامبو ده بحيس ان انا هستخدمه بيعملي طراوة لو الشامبو ده حتى لو هو بينشف الشعر شوية اي شامبو انتوا عارفين بينشف الشعر خاصة لو فيه سلفات ببتدي ان انا باستخدم الشامبو بالشكل ده عايز اقول لكم بيبقى الشعر بعد الشوار طري جدا مش محتاج اي ترتيب ولو رد ترتيب مفيش مشكلة بس بيبقى الشعر فعلا مش محتاج ترتيب طبقة البانسينول بتعمل كعازل ما بين الشامبو او الحاجة اللي ممكن تأثر على الشعراية نفسها وبتعمل لها تغليف كده وبتخليها طرية بصوا يا جماعة دي مش كل استخدامات البانسينول وانا هعمل لكم فيديوهات مفصلة عنه ده ريفيو بس عن البانسينول هعمل لكم ريفيو مفصل عن استعمالاته الشخصية اللي بسترتيب بس كده بيكون انتهى فيديو النهاردة يارب الفيديو يكون عجبكم يارب يكون المعلومات اللي قلتها عجبتكم ويفادتكم متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة ولحد ما شوفكم على خير في فيديو جديد سلام عليكم